بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لطريقتنا في تعليم الوصفات لبنسبة النساء لبنسبة الرجال هي طريقة اخلتها على اعتقدي لي باش ما يبقاش داك المشكلة للوبس للناس يعني كأنني نعطي واحد واحد الوصفة نعطي واحد البداية ديتها ونهايتها ونخلي الوسط ديالها من من اجل ان يستغز الناس من اجل انه يأخذوا عندي اهلا هادوك الانواع الاعشاب او لهادوك الانواع ديالك للزيوت اللي انا سنتكلم فيها او لذا فبالنسبة للمواطن اللي انا هو اصلا مغلوب على امره اعطيه كل شي وخليه هو الاختيار يا اما انه يجي عندك اما انه يمشي تقددك شي من بلاصة اخرى ما يحكم انه الحمد لله في المملكة المغربية موجود اللي عندهم الاعشاب موجود عندهم الزيوت اذا طريقة هي طريقة خذتاها على عتق ديالي باش نوري ونعلم المغاربة ونعلم الاخوان او الاخوات المتابعين معي يعني انه كمتابعين عندي في في اليوتيوب ففي القناة عندي في اليوتيوب هما يستعملوا ويستهلكوا واحتى اللي ابغو يبرتاجه مع الناس يبرتاجوا واحتى اللي ابغو يبيعوا ويبيعوا الهدف ديالنا هو ان الناس تكون على بيينتين من امرها في هذهك الوصفة ولا هذيك الخلطة اللي غادي نعطيهم. وغيرها نحن وشن هو اغرب طلبك جالكم عندي موتابيه يا ذلك او جال من ناس اللي تقول عندي موتابيه. هو اغرب طلب صراحة لهم طلب طلباتهم هير طلب اللي كي يجيني بصراحة وهو اه صراحة يقلقوني مشيتي يقلق لي من حيث انه تطلب مني. لانه كينين اماكن خراحة تتبيع الناس الوهم. وتتعطي الناس الوهم. وهذا يخص الرجال. يخص الرجال. يخص الرجال في مسألة اللي هي الاغلبية ديت الرجال مساكن كلم ما قادرش يتزوج. ضمن منه بانه قضي بتاعه صغير. وهذه المسألة ديت انه صغير. يبدأ يقلب على اي نوعة الوصفات وعلى اي نوعة الزيوت. اللي ممكن تدله الايطالة ولا ممكن انها تزيد له في هذا المشكلة دي للطول القديم. وهذا الوهم. هذا الوهم خصوص المغاربة يفهموه. مش هين المغاربة حتى العرب. انا تجيوني لبعض الاسئلة مش هين بها كتير من 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 المتبعين ديولي اللي كينين على على في الدول الخليج. ولا حتى في غير دول الخليج. انا كنقولوه احتى في دول اوروبية باش ما يبقاش يقولوا لنا مسألة بانه راحنا فقط المغاربة ولا العرب كيفكروا هنا مسألة هذا. راح تدلو الناس في في اوروبا طوام ما عندهم اسمه الهاجس او هاد الهوس لانه القديم عندهم اقسار الى غير ذلك. فالحمد لله تنشرحوا الناس بانه القديم راح ما تتكيف مع اولى المهبة تتكيف مع القديم وان الطول القديم راح المينيمون دياله هو 8 سنتيمتر يعني ما يمكنش واحد غد يقدر يبيع لك الوهم يقول لك انه راكين مادة او بروضوي اولى اي شيء على عالميا عالميا نعم نعم هاد شيء كله وهم والشيء كله كذوب وما كيناش مادة ولا زيت ولا عشبة اللي لو كانت هاد العشبة ولا هاد الزيت لا رجعت لذيك اللي كيستعملوها لا رجعتهم ديزارش مليار ديار ولا ربما ما نقوش عايشين في الارض انقولك بصراحة علاش لانها ما كيناش والطالب عليها كتير والكذوب فيها بزاف وراه ما كينش هاد الآن طول القديم كيبقى كما هو كما خلقك بي الله سبحانه وتعالى هادك ولي عادك الله سبحانه وتعالى وما كينش حاجة غدا تزيل وهذا والسؤال كيبقى دائما انتي تسأل عند الرجال خصوصا عندنا داخل المركز بالنسبة بالنسبة هنا عندي نتكلم على هاد نقطعة القاوس هذا اللي تفتح ديار العرض هي ممكن انه زيادة العرض ممكن عنها في كين كين احتماليات كما كنزيلوا مثلا النساء كي حاول يزيدوا في الارض احتى بالنسبة المسألة الاولى مثلا النفخ الخدود يعني اندبنا الان اللي كيت نفخ لك الخدود نفخوا العيالات للسانديا والهوم تينفخوا هذا اللي نقول كي لابوا مشاكل على مسائل هرمونية لكن احنا بنسبة لنا في هاد مسألة دي زيادة السمك في القادم كان اعطوه يعني دي بلونس ولا كان اعطوه ديوين اللي هما كيساعدوا في زيادة السمك اما الطول فلينسى الرجل انه كينشي مادة كيزيد في الطول دي القادم اه اه ايه اكي قول لك اكي قول لك اخ من نوعيني في هاده اه دي من بنحقي وجه اللي هيكاتره عندنا هو انه كينوا واحد اه مهم واحد اه اه انه 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 لجات عندنا دهت الكنسلطation اه الكنسلطation نحن ندره بحط طريقة غريبة يعني طريقة يعني عن طريق يد تنكشفوش نهي الامراض اللي ممكن يكون عند ذاك المرء. ويهم ندرنا الكاش في اذك شي اللي كان جي عليه هي للقاتل. كان عند مشكلة ليلدق التنفس. فأعطينا هادي بلونت. أعطينا ها واحد تركيبة اللي كتساعد على اراحة التنفس. خرجت مع الدروش مشاركة وصلت كي وصلت الظهر هار. حيطت لنا في التليفون. بعدها كيف خرجت مع الدروش قلت لنا انا ما عنديش فلوس. غاني مش نتيري الفلوس واني جي. اما عدينا قلنا العسير اللي يسخر بشات. ضاقت من ذاك الشي اللي ضاقت. وحطت لنا في المركز. قلت لك شمار وميش بنيش. وماراقنيش. وما. وبغيت بغيتكم تدروا لي الحجامة. فكان قولي ابو الشريفة الحجامة كل مهيد نديرها لك. رغان نديرها لك في الوقت اللي يجي تاندي. وتاني شي انتي ازيتي هات شي تشبعتي منه تقديتي وما خلصتناش ورجعت لنا. طح لنا سخفعت وقلت لك والو هي انا ما نخرج من هنا حتى تدروا لي الحجامة. يعني فهم تسطى. اهم فهم تسطى يعني سيدا دات لاشو ما خلصتناش وجد دخلات قد تدروا لي الحجامة. ودروا لي الحجامة من اللي قلنا لها لا يمكن. دلت لنا واحد المتحمر هنا. لا كأنا كأخصائي في العلاج لا اخصائي العلاج العشاب والحجامة ولسع النحل. عرهيات في الهيئة ديتها في الهيئة ديتها لا يسمح لنا ان ننذل له الحجامة. علاشنا السيدة عندها فقر الدم. والسيدة عندها فقر الدم يعني ديمقرابينا عندها طايحين. فلا يمكن قطعا ان نحط علىها كاس دي الحجامة ولنشفط لها ولنشطلت لها نهائيا. طبعا الحال. اللي عندهم مشاكل دي الفقر الدم. اللي عندهم مشاكل دي الفشل الكلوي. اللي عندهم مشاكل دي تدخم التحال. اللي عندهم مشاكل مرتبطة مثلا بتصلب شراييني دي القلب. يعني عندهم ضعف الصمامات. اولى اللي عندهم ضغط المنخفض. هذو الممنوع الى ان اللي عندهم حجامة. وهذه الناس هذو راكي لكي ما كيف همش حل المنتين تسيدة. هذي را طاحت لنا. تبدأت كتغوط وطاحت هنا. تغوط وقالوا وقتن حجامة صغفات. وراجلها كيتفرش فيها ويقول لها نوضي هذا. مهم داك النهار كان لا يمكن ان ننسى قطعا لانه شفتنا واحد النواء دي الانسان اللي هو آناني بطبعه وبتفكيره رغم انها انسانة وعين. وما ما مسوقه اش صحت. ليكون ات مسوقه صحت ما غدد ديركش لدارة داك النهار. اه كذلك دكتور بناتور بوجوه ما غدد ديرك. تيكون عندها نتاليش معالي في عمد المتاع. او ام مجرد او او ام تحضر شنطة وشنطة ايش مرموض. احنا عندنا واحد ما نسميه بالبروتاكول متابعة. هالبروتاكول متابعة. تيكون عندنا مثلا دي باسيون اللي تيكون عند واحد برنامج علاجي. هالبرنامج العلاجي في دي كمليمواليمنتر. ومعه دي سيونس اللي فيهم حجامة لسنحل مثلا. ففي الخلال هذيك المتابعة ديتنا ليه تنعرفوا ان هاداك المادة او هاداك الشي اللي اعطينا هاداك المكمل غدائي اللي اعطينا لاداك الباسيون. واش غادي معهم زيان. او لما غاديش معهم زيان. لان ما يعرف. انا تنقولها ونعاون نقولها. ودائما تنقولها في منابر اعلامية كتير. وانا بانه طب الاعشاب عنده واحد المفهوم انه الى مدركش. مدركش. هاد هاد. هاد. لاش? لك انتي دارس وفاهم وعارفش نكدير. راه قاطع تلعب الله الحاجة اللي غا تعطيها لهم. راه في حال مكملة في حال ادوية الاخرى. على الادوية الاخرى. انا نتكلمش على الاضرار دياله. نقدرون اعطيه واحد انسان واحد من دواء كيميائي. ويشربه ويفوته راسه. ونفس الواحد عنده انامت راسه ونعطيه نفس الدواء ميجيبش الله تيسير. خدر يكون اعرض الى غير ذلك. لكن في طب الاعشاب اذا كنت تفهم اشنو كدير وعارف اشنو كتعت العباد الله. را كون علي يقين بانك راي لما نفعتي شيء ما غا ضروش. اذا الحمد لله بالعالمين عندنا تقريبا اغدين ما نقولوش. اغدين ما نقولوش. اغدين كمال كمال الله سبحانه وتعالى. اغدين قولوه تقريبا واحدة وسببين في مية حتى ثمانين في مية. اللي قاع الناس يمتبعين معنا. ولله الحمد والشكر. وعننا الحمد لله راحتاب نتبع القناة راي لاشتو. الوصفات اللي تانا اعطيو. راي لاشتو في القناة ركيز وقريتو التعليقات. غيبالك بانه تعليقات كتيرة. اه اما ما لقيت لك متلا كين مية تعليق قدي تكون واحد جلو ذي التعليقات اللي مكتوبين بانه مرا ما كينش النتائج. هو حقيقة دائما حتى راحطوه ديك مسألة ديلت انه مني تكونش واحد تتعطي كل ما في جوع بديتك. ياك. انا تصلوا بيا. تصلوا بيا عشابة. تصلوا بيا ناس اللي هما في الميدان. قالوا يا سلماني راحنا نقوم نبيع ما نقوم نشيره معك. يعني بصراحة ما راح ما بقي ناش كنبيعوتش حاجة. هدوا دو ناس يعني اللي هما سنعرفهم واتا الى غير ذلك. سبب انك صاحبك تعطي الناس الوصفات والناس الوصفات راولو كيبيعوهم. راح ما بقي ناش هي كن نشوفوهم كستالكوم راولو الناس كيبيعوهم. انا بالنسبة للاخراج دي القناة احتلال دي الفيديو. تحاول مثلا المخرج اللي معايا انه يقول يا بريزنتي دي بروديو اللي كيني دي ولك. إلا جيت يتعد شحان من فيديو فيه اللي بريزنتاتي دي بروديو ديوني. اتلقاهم ما تيفوتوش قريبا ما فيتينش ما وصلينش حتى عشر. ما ما وما عناش في 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 سميتو في في سوتيت ما كينينش عدنا ديليا اللي كنقول له مثلا رجعوا لها ديليا غاتلقاو في دي بروديو ديونا والألقات ما كيناش عدنا هالقادية. انا تنقول انا غنعطي الوصفة يا كنعطي الوصفة اللي بغاها مرحبا بغي ياخدها من عندنا جاهزة مرحبا اللي بغي يصوبها الرأس والله يسخر ليه. يعني حاجة جديدة. عندنا طريقة طريقة هالطريقة. اولا المتفرج منك يتفرج فيك. لازم يتفرج في واحد الشخص اللي اصلا يخليه يشعر بانه ويستفيد منه عن طريق المرح. لابا من ذي كنت تتكلم معه واحد الانسان متنخوبش معه. انت لابا اه لا يا دباف خلال زيارتك للمركز اتنارة غتلقى اه الناس من يتعاملوا معهم. يتعاملوا معهم بواحد الشكل اللي هو يخليه يشعر بانه مرتاح. دار داره. حتى القناة هكاك. لابا من لي كتتكلم مع 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 المواطن بالاسلوب اللي تيفهموه. بدون مفاهيم علمية مما ما ما غيش هو المفاهيم العلمية. انا ما تجتكيش تكلمي على الاوستيران. تكلمي على بتعاشيل بشكل يدير لا تعمل بشكل يدير لا فيتامين سا كي يدير لا فيتامين او لا تكلمي على لديك زنزيم. تكلمي على المواد اشنو بريتي قلية ماده واشنو غدلي هاد الماده فقط. و هاد الماده في نغلقها صافي إذا عطيتيني هادو عطيتيني كل شيء